أهلاً بكم إلى أهم أخبار تونس والبداية بوصول وزيرة الخارجية الأندروسية ريت نومر سودي إلى تونس اليوم الخامسة حيث تؤدي زيارة عمل تجري خلالها مباحثاتنا مع كبار المسؤولين في الدولة نفأ المتحدث الرسمي باسم الغرفة الوطنية للمخابز السلح الرقيق وجود أزمة في مادة الخبز وأكد في تصريح للإعلام المحلية أنه يتم توزيع مادة الدقيق الأبيض بنسق عادية سيطرت وحدات الحماية المدنية على حريق ضخم نشب مساء أمس في عمارة سكنية وإدارية بولاة إسفاقص بحي شاكر وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بإسفاقص في تصريح لمزايد يستقبل الميناء التجاري بنزارت منزل بورقيبة يوم الأحد السفينة جولدن آي دي محاملة بـ 23 ألف طن من السكر الأبيض المورد من الهند لفائدة ديوان التونسي للتشارة تمكنت الوحدات الأمنية أثناء تأمين الحدود البحرية التونسية الليبية من حجز 190 صافحة و130 قطعة مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي عائمة قرب ميناء الفتف ببندردان تمكن النادي الإفريقية من الفوز على فريق ريفرز يونيتد النيجيرية بثلاثة أمداف دون رد وذلك لحساب الشولة الرابعة من المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات من فأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نهاية النشرة وإلى اللقاء